عقدت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صدقي اجتماعا لمناقشة وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار استلاع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي وبهذه المناسبة ثمن المستشارون البرلمانيون الذين شاركوا في الاجتماع التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الراهنة ودعوا إلى العمل على تأمين مخزونات احتياطية لمجموعة من المواد الأساسية لضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين اللقاء شكل مناسبة أيضا لإثارة بعض الإشكاليات المرتبطة بالقطاع وذلك بهدف وضع سياسة مستدامة لتحقيق نسبة أمن غذائي لا تقل عن 70% على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة وخلال هذا الاجتماع صدقت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين على بعض مشاريع القوانين منها مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي ومشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعية ترجمة نانسي قنقر